السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم جملة من الأخبار المهمة نرجع عليها في هذا الفيديو رجاء أن تتفرجوا وتسمعوا الفيديو للأخر خطر فيه برشة أخبار وبرشة تعليقات مش موضوع واحد يعني مش نحكيه عنه نبدأ ببلاغ وزارة الداخلية بخصوص موضوع يهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عابير موسي اليوم وزارة الداخلية أعلنت بأنها تعهدت بعد مجموعة من التحريات بربط الصلة مع مختلف الإدارات المعنية لمساعدة امرأة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها بعد استفزازها من طرف رئيسة أحد الأحزاب السياسية ونشوب خلاف بينهما طبعا هي ما سميتش عابير موسي رئيسة أحد الأحزاب هي عابير موسي بطريقة غير مباشية يقصدوا عابير موسي الي قولوا بأنه يعني تعهدت بعد مجموعة من التحريات بربط الصلة مع مختلف الإدارات المعنية بش تساعد ملاع وتوفر لها الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة بعد ما صار استفزازها من طرف رئيسة هذا الحزب ونشوب خلاف بينهما مشنو التوضيحات اللي تقدمهم وزارة الداخلية هابتت كومينوكي بش توضح فيه تفاصيل هالحكاية هذية تقول بأنه خلافا لما تم ترويجه بمواقع التواصل الاجتماعي نهار 26 جان في 2023 بخصوص اجتباه رئيسة أحد الأحزاب السياسية المعتصمة بمنطقة البحيرة في تصرفات مواطنة أثناء مرورها قرب ما كان الاعتصام أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة وهون يعابير موسي عام الاعتصام في البلاسة هذي وحاول تقتحام المقر هذا في بلغ سابق وكل شيء به تقول سجيلة وزارة الداخلية تقول سجيلة نشوب خلافحات تم خلاله تبادل عبارات الشتن بعد رفض المواطنة هذية عملية تصويرها من قبل رئيسة الحزب وأنصارها بغاية التشهير بها حسب ما تقول وزارة الداخلية ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلاله سياسيا ومغالطة الرأي العام حسب البلاغ الوزارة تقول بأنه بالتحري في الموضوع تبين بأنه المرأة هذه تقتن بأحد الأحياء الشعبية في تونس العاصمة تعاني من وضعية اجتماعية صعيبة وتحط بين ظفرين اللي هي عاملة تنظيف بإحدى المؤسسات العمومية مريضة حشيكم بمرض مزمن عندها خمسة أبناء من بينهم زوز مصابين بمرض مزمن عف الله الجميع وعربي فرج عن النسكل كما زد أنه زوجها المرأة هذه زوجها عاطل عن العمل ويعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بمستشفى الرازي منذ عام 2007 وزارة الداخلية تقول بأنه بتعميق التحريات تبين وأنه المعنية حلت بمقر المنظمة الدولية هذه ظنن منها في إمكانية حصولها على مساعدة مادية بش تخلص فتورة الماء والضوء حسب ما تقول وزارة الداخلية ولكن تقول تم منحها من قبل رئيسة الحزب المشار إليها زاعمة بأنه تم توظيف المواطنة المذكورة لتهديدها واستفزاز المعتصمين معاه بش نعطيكم زادة أنديسة أخرى أنه عابير موسي معتصمة قدام معناها في منطقة البحيرة في قدام مقر المفاوضية السامية للأمم المتحدة ومنع حتى حد من أنه يدخل كيف جيت لمرأة تحب تدخل المفاوضية هذه ظنن منها حسب ريوية الداخلية دي ما نقول ظنن منها بأنه بش تتنجمش يعاونوها في حاجة ما خلتهيش وصار نشوب ظنن عابير موسي ظننت اللي هي بيعثينها بالعاني بش تصيرها الشوشرة وبش تصيرها العركة كما نقولو هذي الاستفزازة هي واستفزاز المعتصمين هذا بش نكونوا واضحين به ثم حاجة أخرى تخص المحامين والقضاء العسكري الفرع الجهوي للمحامين بتونس قرر وإنه يعلق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته يعني في الابتدائي والاستقنافي والتعقيبي هذا لمدة أسبوع في مرحلة أولى تليها بعد مقاطعة تامة للنيابة ما ينوبوا حتى حد قدام القضاء العسكري وزاد ما يترافعوا لحت حد قدام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى الفرع الجهوي للمحامين بتونس عقد اليوم المجلس متاعه ودوله في صدور أحكام نهائية ضد محامين رفض قطع محاكمة المدنيين قدام القضاء العسكري واعتبر أن العقوبة التكملية القضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحامات تدخل سيفر في صلاحية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيف الدين مخلوف ومهدي زجروبة الأستاذين هدومة محامين محكوم عليهم بعدم المباشرة من قبل القضاء العسكري لمدة خمس سنوات ماتي زجروبة على خلفية قضية المدار سيف الدين مخلوف على خلفية قضية الكلوار تحكم عليه زادة عدم مباشرة خمس سنين عمية المحامين ومجلس هيئة المحامين تقولك هذي الدوري العقوبة التكملية تتسمى العقوبة السجنية هانية معنية القضاء يحكم به أما العقوبة التكملية ما تبشرش مهنتك ولا كان فما أي حاجة أخرى تكملية يقولك هذي من صلب مجلس الهيئة هي اللي تقرر توقف محامي على الخدمة وإلا تشطبه وإلا تعاقبه ولا ليهو تجتمع وياخذوا في قراء ففرع تونس للمحامين ادعى مجلس الهيئة لعدم التفريط في سيتو على جدو المحامين لعدم الإذعان للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري والمتضمن عقوبة تكملية تقضي بالحرمان من مهنة المحامات ويقول أنه لازم يتم المحافظة على استقلالة المهنة والدفاع على ثوابتها وتمسكها بدورها في أعلى الضمانات المحاكمة العادلة نمشيكم إلى أخبار آخر رئيس الجمهورية قيس سعيد تقابل البارح مع رئيس الحكومة أسيدة نجلة بودن نحكيه على بارش مواضيع وحكيه على مشاريع معطلة عند عشرة سنين أو عشرة سنين أو أكثر يقول أنه بقيت المشاريع الاقتصادية والاجتماعية اللي بشي تم إنجازها بقات في الرفوف لسنوات طويلة كيما مشروع توليد التاقة بالرياح اللي صدرت بشأن النصوص الترتيبية منذ سنة 2011 لمدة أكثر من عشرة سنين وما لقاش طريقه للتطبيق كيما زيدة مشروع الهيدروميكانيكي لنقل الفصفات مع إنشاء مركز لتحليط المياه خط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا وبرشة مشاريع أخرى كيما زيدة أحكيه على الاستعدادات للانتخابات التشريعية الدورة ثانية مشيكون نهار لحد 29 جال في 2023 وأكد على ضرورة حياد الإدارة حياد كامل وأحكيه على إخلالات وزيغ بعض المسؤولين في الإدارات عن ضوابط الحياد كيما يقول رئيس الجمهورية ووصلت له معلومات اللي فم اجتماع التعمل ما عنده حتى علاقة بالعمل البلدي خاصة مركز على بلدية رئيس الجمهورية ما عنده حتى علاقة بالعمل البلدي يعني فيه إشارة لأنه البلدي مش محايدة هوني قال راهي البلدي ما هيش مقرات ومكاتب أحزاب لازم تركزوا في هذا نحب أن نقول لكم زيدة بخصوص المشاريع اللي أحكي عليها رئيس الجمهورية نلقاه الأستاذ عامد بن حليمة النجط السياسي والحقوقي يقول بأنه معناها البيانة بتاع رئيس اللي أحكي فيها على المشاريع يجي فقط قبيل ساعات من وقف الحملة الانتخابية يعني صمت الانتخاب ومن الانتخابات يعتقد هو أنه هالمشاريع هذه وتحريكة عندها علاقة بتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات من وجهة النظرمتاعه والقراءة متاعه ترجمة نانسي قنقر